ما معنى أنه أعطاني بلا سمن أعطاني بلا سمن عشان يعلمني أن أنا أعتمد عليه إيه وحد فيكم يقول أنا مش أتوكل على الله لأننا لو توكلت على الله في ناس تاني أحسن مني ممكن تتوكل على الله الله هو الذي أزن للفقراء والضعفاء والمساكين من أمثالنا أن نتوكل عليه وده فضل منه ده كرم وإذا سألك عبادي ما قالش عبادي الطائعين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا هو أناك نادى علينا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله هترحمنا يا رب وعن أتوكل عليك هنتوكل عليك لأن أنت سبحانك أنت تحب السلام وتحب أن نعيش في سلام التوكل وتعالوا نحاول مع بعض نمشي في طريق سلام التوكل اللي هي خلينا نحس مش بالثقة في أنفسنا ولكن نحس بالسند والدعم والودد من ربنا هنحس أننا لنا وكيل وخاصة لما نأخذ بالأسباب هنأخذ بالأسباب وهنتوكل على الله فنعمل إيه بقى؟ أول حاجة عشان نخوض تجربة العيش بسلام التوكل ما تستصعبش عمل أبدا أبدا وخاصة لو كان العمل دطاعة وابدأ يومك بدعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيه؟ اليوم ده كله مفتوح مفتوح على إيه؟ مفتوح على عبد استند وعتمد على مولاه وتوكل عليه العبد ده إذا بدأ بهذه البداية إيه لحصل؟ لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطير إحنا هنرزق كما ترزق الطير بس تعالى نتوكل على الله عشان تعرف أن كل خطوة بتخدها لما تدعب بهذا الدعاء بتكون بحول الله وقوته لا بحولك ولا قوتك لو لقيت حاجة صعبة حتى في علم الإدارة لما بيقولك أي شيء أنت شايفه صعب فتته وجزقه إيه اللي حصل؟ حتى عندهم قانون كده هل يمكن أن يأكل خليل الفيل؟ قال له يقطعوا إلى أجزاء صغيرة ويأكل قطعة كل مرة اللهم بيعبروا عنه وانبيس أتا طي ده معنى إيه؟ معنى أن ربنا جعل سنن في الحياة عشان تتوكل عليه ولا تيأس ولا تعجز ولزيك حضرة النبي بيعلمنا الدعاء دعاء الصباح ده عشان يعلمنا إيه؟ يعلمنا تلك السنة استعن بالله ولا تعجز فإذا تعالى نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله وندعو بدعاء الخروج من المنزل اللي بيخلينا نحس أن كل الأبواب مفتحة لأن إحنا معانا سندنا إحنا فنشين في الطريق في طريق العمل بالله سبحانه وتعالى فنسير مع الله سبحانه وتعالى وإحنا بنقول له بسم الله توكلت على الله توكلت عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله تاني حاجة بقى أنت عايز تعيش بقى بالتوكل اوعى تشوف سبب من الأسباب متاح إليك وتتركه خد بكل الأسباب ولذلك من أهم الأخذ بالأسباب تعلم كل يوم حاجة فيه ثلاث حاجات تعلم كل يوم حاجة فيه شأن بيتك تعلم شيء تتعامل بيه مع أولادك تعلم شيء تتعامل بيه مع زوجتك تعلمي شيء تتعلمي بيه مع زوجك تعلم شيء تتعامل بيه مع والدك تتعلم شيء كل يوم وتتعلم شيء تتعامل بيه مع عملك حسن دايما عملك وخد بسبب هو ده المتوكل على الله اللي بيحسن من نفسه دايما ثلاث حاجة تعلم شيء كمان في التعامل مع كل شيء في الحياة مع الناس مع الأشياء وتعلم ده وخليه في نفسك أنت فالثلاث حاجات دولة لو تعلمت شيء عشان أسرتك ولو تعلمت شيء عشان عملك ولو تعلمت شيء عشان تدير علاقاتك أنت عتكون في أحسن حال وتكون ساعتها متوكل على الله لأن أنت أخذت بالأسباب ومتوكل على الله وآخر حاجة ممكن كمان تقول الدعاء ده اللي هو دعاء سلام التوكل في الصباح وفي المساء تقول إيه يا سلام يا ملازي أنشني مني ولا يا ملازي أنشني مني وإلى نفسي لا تكني وارزقني دوام السعي إليك وحسن التوكل عليك نولي الدعاء مرتان يا سلام يا ملازي أنشني مني وإلى نفسي لا تكني وارزقني دوام السعي إليك وحسن التوكل عليك